الآن يسعدنا أن نرحب بضيفنا من رام الله دكتور نبير عمر القيادية الفلسطينية والوزير السابق سيد عمر أهلا بك معنا أسألك بداية عن حديث الفلسطينيين خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني هل باعتقادك أجهض الخطاب قبل إلقائه؟ لو سمحت لي أنا سأقدم تحليل موضوعي من جانبين الجانب الإيجابي الذي تضمن الخطاب وهو التساوق مع السياسة الرسمية اللبنانية المدعمة بقطاع واسع من الشعب اللبناني الذي لا يرغب في تدخل واسع النطاق من قبل حزب الله في المعارك الدائرة الآن وهذا رحب به اللبنانيون وتنفس السعادة لأن هناك تهديدات جدية كانت بأن بيروت قد تتحول إلى غزة الثانية وبالتالي ما جاء في خطاب السيد حسن نصر الله جعل اللبنانيين ينامون مطمئنين إلى أن لا حرب ستصل إلى عواصمهم ومدنهم هذا خلينا نسجلوا الجانب الإيجابي لكن الجانب الذي أثار تساؤلات كثيرة في الخطاب وفي رجل الخطاب الجانب الأول أن اختفاء السيد حسن نصر الله والظهور على الإعلام لمدة شهر كامل تقريبا والحرب تدميرية على غزة أثار تساؤلات كثيرة هي في غير مصلحة السيد حسن نصر الله والخطاب الشيء الثاني الحملة الهائلة التي سبقت الخطاب وكانت ملفتة للنظر وجرى الحديث عنها كثيرا رفعت تقوى قاعات الجمهور عما سيقول في هذا الخطاب والجمهور ليس خبير سياسة ولا خبير استراتيجيات ولا خبير جيوش رفعته وعندما سمع الخطاب وجده يشبه كل الخطاب السابق أو هذا أيضا سجل في غير مصلحته وأشياء كثيرة يمكن القول عنها يعني مثلا أنا لا أرى أن هناك توازن في اللغة مع الإمكانيات لأن أستطيع أن أقول أن حماس قادرة على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأنتم عرضتم قدرات الجيش الإسرائيلي حماس تدافع نفسها بما فوق طاقة البشر ولكن عندما يقال أنها ستهزم وسنحتفل بالنصر هذا يعني نوع من تنويم الناس في العسل كما يقولون وهذا أمر غير وارد لذلك الخطاب حمل الإيجابية الأولى وباقي ذلك أثار الكثير من التساؤلات دون أن يجيب على تساول الوحيد سيد نبيل عمر في هذه الجزئية تحديداً وتساؤلات كانت كبيرة لماذا المبالغة في الخطاب والتأكيد على عدم علم حزب الله بما جرى في السابع من أكتوبر وأن هذه المعركة بالفعل معركة فلسطينية خالصة وكانت القرارات تتخذ من القسام وحماس ومن يتحمل المسئولية هي حركة حماس يعني هذا ملفت كان كثير من الحديث حول الاستفراد حماس بالقرار وأيضاً كان ملفت أكثر تبرئت إيران من العملية وهي المتهمة في البدايات بأنها قد تكون وراءها وقيل إنها هي التي دربت وهي التي سلحت وهي التي خططت أشياء كذلك تذكرتم اليوم الأول لما يكون في حديث غير هذا وبالتالي لو اعترفت إيران بذلك فهذا يعني أنها ستدخل في معركة طائعة أو مرغمة لأن الذي فعل ذلك لو أقرت إيران به تكون هي إيران التي قامت بذلك لذلك هذا ذافت الانتباه كثيراً إلى أن حماس التي قامت على العملية على عاتقها يجب أن لا تنتظر تدخل واسع النطاق من بدا متئة التي اتخذت القرار وهي التي نفذته مع الإقرار بأنها قامت بعمل بطولي وأنها تحسب حساب رد الفعل ولكن ما نراه الآن أن غزة بمفردها وتنتظر بالتأكيد مخارج ليس دخول حزب الله إلى الحرب أحد هذه المخارج حتى أختم معاك هذا المحور في هذه المقابلة ما الدرس المستفاد فلسطينياً بعد خطاب حسن نصر الله اليوم درس حقيقة كان يجي من استفاد منه سابقاً نعم فيه كان مبالغة في تعليق الآمال على وحدة الساحات بمعنى أنه عندما تتعرض ساحة إلى قتال تهب الساحة الأخرى نجذتها هذا هو مفهوم الوحدة يعني هي في مناطق جغرافية متعددة ولكنها في حال واحد ورسالة واحدة وسلاح واحد وهدف واحد وبالتالي معارك واحدة تبين أن لكل طرف من هذه الساحات حساباته الخاصة التي لا صلت لها بحسابات الآخرين وخرجت أصلاً من وحدة الساحات سورية التي هي العصب الرئيسي بالعلاقات السيئة التي نشأت بينها وبين حركة حماس بعد مصالحة عابرة لوقت قصير لذلك قضية وحدة الساحات هذه وتفريغها من محتواها العملي كان أحد النتائج التي لاحظها الناس والتي بالتأكيد لا تسجل لمصلحة كوى الممانعة نعم دعني أذهب بك سيد نبيل عمر إلى تحليل المشهد الآن على صعيد سياسي فلسطيني وعربي ودولي هناك أخبار عاجلة الآن من الأردن الحديث عن اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السعودية الإمارات قطر ومصر ومسؤولين فلسطينيين في العاصمة الأردنية عمان يوم غد لماذا هذا الاجتماع الآن وما المأمول من باعتقادك يعني هناك ما يشبه التقليد الأمريكي بأنه كلما كانت تتوتر الأمور حتى في مستوى أقل من المستوى الحالي تدعو إلى لقاء من هذا النوع الهدف منه طبعا التبريد يعني أمل بأن هناك احتمال أن ينفتح المسار السياسي هناك أمل بأن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالإجاثة والهدنة المؤقتة التي رفضتها وما تزال ترفضها إسرائيل نوع من احتواء ردود الفعل على الصعيد العربي هما يعرفون جيدا أن الأطراف المدعوة للاجتماع هي أكثر الأطراف تأثرا مباشرا بما يجري في غزة في موضوع التهجير في موضوع الأمن القومي للطرفين الأردني والمصري والذي وراءه طبعا الأطراف العربية الأخرى لذلك أمريكا تحاول وهي تفشل في ذلك خلينا نكون واضحين تحاول أن تحتوي الموقف بالاجتماعات الموقف يحتوي عندما يتوقف هذا القتل المنهجي على غزة القتل الذي يأخذ كل يوم مئات عشرات القتلى في اليوم نعتبر أنه تطور مهم ولكن الآن أصبح بالمئة واستمرار إسرائيل في عملها العسكري دون أن تجامل أمريكا ولو بموافقة لهدن مدتها ساعتين يعني أن أمريكا تحاول الاحتواء من خارج الملعب الاحتواء في الملعب يعني لجم إسرائيل عن مواصلة ما تعمل وهذا لا تستطيع أمريكا إذا لم نقل أن تريده سيد نبيل عمر لماذا لا يتم الحديث الآن عن وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة في ضوء هذا الاجتماع وهل ستكون المطالبات العربية واضحة في هذا السياق وإجبار إسرائيل أقل القليل هدنة إنسانية لساعات يعني هذا الموقف العربي من أول يوم يعني من أول يوم حصلت في الحرب وتذكر المؤتمر العربي الإقليمي الذي عقد في القاهرة وكان هذا هو جدوى الأعمال وكان هذا هو برنامجه المشكلة أن إسرائيل في خططها العسكرية التي تبحث من خلالها على صورة نصر لا تصغي إلا لخططها العسكرية وما تقدره من احتمالات نجاح لهذه الخطط لا تلقي بالا لا بمظاهرات في العالم ولا بتحول الموقف الدولي ولا حتى بعض التعديلات التي طرأت على الموقف الأمريكي إسرائيل لا تلقي بالا لذلك كله إسرائيل حشرت في الزاوية نتيجة العملية الناجحة التي قامت بها حركة حماس تحت عنوان فيضان الأقصى إسرائيل في هذه الحالة تعمل ولو أنه لغير مضمونة النجاح لنكون واقعين في هذه المسألة على أن تنهي المهمة التي وعدت الجمهور الإسرائيلي بها وهي بذلك تكون قد جنحت بعيدا عن الجهود السياسية الإغاثية والإنسانية والحقوقية بعيدا جدا وغير آبها بها حتى لو حصل ألف اجتماع تحت هذه العنوين وهذا يدفعني للتساؤل إلى أين يفضي أكتوبر الفلسطيني كما تساءلت سيد نبيل عمر قبل ذلك أولا الجانب الصعب في الموضوع هو ما ستعرض له غزة يعني البطولات التي تحدث وقوة الصمود الهائلة والجبارة لا تلغي الحزن والأسى على استشهاد أربع تلاف طفل على استشهاد أسر بكاملها على تدمير منهجي لمعظم منازل غزة الذي لم يدمر بالكامل تشقق ولم يعد صالحا للسكن هذا مؤلم لنا كفلسطينيين يوازيه طبعا الصمود الإسطوري لأهل غزة قبل هذه الحرب واثناء وإن شاء الله بعدها بما في ذلك المدافعين عن غزة لكن الآن في حديث لا أدري إلى أي مدى ممكن أن يكون قيد التنفيذ وهو بعد أن تضع الحرب أوزارها ما الذي سيحدث على صعيد فتح المسار السياسي نعم سنتحدث في ذلك دكتور نبيل عمر وفتح المسار السياسي في حال وضعت الحرب أوزارها لكن نحن الآن في غمرة هذه الحرب ومع تواصل هناك مجازر ترتكب بحق المدنيين دعني أذهب إلى شمال قطاع غزة هناك مجزرة إسرائيلية جديدة ترتكب بحق عائلات نازحة في منطقة الصفطاوي ومدرسة ذهب إليها هؤلاء للمتابعة معنا مراسل الغد من شمال قطاع غزة عبدالله عبيد إليك عبدالله ما الذي ترصده لنا نعم يبدو أنه عبدالله لا يسمعنا على أي حال نذكركم وهذه الصور التي نبثها لكم مباشرة من غزة حيث مجزرة جديدة يرتكبها لاحتلال بقصف مركز إيواء في منطقة الصفطاوي شمال القطاع والحديث عن عدد من الشهداء والجرحة في هذه اللحظات تصل إلى المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة والحديث أيضا في منطقة وسط القطاع هناك عدد من الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم لبريج وسط قطاع غزة هذه إذن الصورة الميدانية التي نتابعها معكم الآن عبدالله أنت معنا الآن يعني صعوبة التواصل مع مراسلين في المنطقة الشمالية نقدر ذلك ونصر على أن تبقى لنا الصورة والكلمة لمرسلنا عبدالله عبيد عبدالله تسمعنا الآن يبدو أنه لا يسمعنا هناك مشكلة سنعود لك عبدالله عبيد مراسل الغد من شمال القطاع بالعودة مجددا لك سيد نبيل عمر القيادي الفلسطيني والوزير السابق نتحدث في حال وضعت الحرب أوزارها هل تتوقع بداية ذلك قريبا؟ وما المسارات التي يمكن أن تفتح على صعيد سياسي؟ أولا نتمنى أن تنتهي اليوم قبل الغد نعم وهذا يعني أن غزة لم تنهزم لم تخرج من المعادلات كما تريد إسرائيل وتبقى هي والمقاومين فيها في قلب المعادلة هذا إذا انسحبت أو إذا أوقفت عملياتها العسكرية أو إذا وضعت الحرب أوزارها كما يقال لكن بما أن إسرائيل ماضية في هذا الاتجاه وبالتالي لا أحد يعرف متى ينتهي الأمر بعد ذلك سيطرح على الساحة ومن الآن ربما هو مطروح من الذي يحكم غزة؟ هذا سؤال أعتقد أنه مبالغ في الحديث عنه والصياغ المتعددة البديلة منه الشعب الفلسطيني في غزة عندما طاقات وإمكانيات يحكم فيها ثلاث بلدان وبالتالي هذه مسألة إحنا وإخوانا المصريين ممكن أن نحلها بطريقة وطنية وليست بطريقة أن يأتينا مستشارين وخبراء يعلمونا كيف ندير شؤوننا البعد ذلك يأتي ضرورة الحل الجذري للقضية الفلسطينية وإلا سننتقل دائما كل شهر وكل شهرين من معركة إلى أخرى من مذبحة إلى أخرى وأنتم تلاحظون القصة ليست في غزة فقط الآن الضفة تعيش جحيم المستوطنين والكيش الإسرائيلي إذن هذه المسألة أصبحت تلعي وحقيقة أن هذه الحرب قد تفتح الباب ولكن أنا لسنا متأكدين من نزاهة الموقف الأمريكي أو من استجابة الموقف الإسرائيلي ومن فعالية الموقف الأمريكي لنا لقاءات أخرى بكل تأكيد دكتور نبيل العمرو أعذرني على المقاطع تطورات ميدانية متلاحقة يجب أن نتابعها القيادية الفلسطيني والوزير السابق شكرا جزيلا لك